بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهيا فردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي الحديث حول قواعد العطف عطف النسق وعطف النسق كما تعرفون هو من التوابع تقدم الحديث حول حروف العطف وما كان فيها من تفصيل كانت هناك قواعد حول العطف على الضمائر تحدثنا عن قاعدة بالنسبة إلى العطف على ضمير الرفع المتصل قلنا بأنه إذا أردنا أن نعطف على ضمير رفع متصل فلابد قبل ذلك لا بد من التأكيد لا بد من فاصل لا نعطف على الضمير مباشرة بل نأتي بفاصل قبل أن نعطف هذا الفاصل قلنا إما أن يكون قبل حرف العطف أو أن يكون بعد حرف العطف أو يكون قبل حرف العطف وبعد حرف العطف هذا كله وارد هذا كله بالنسبة إلى العطف على ضمير الرفع المتصل أما إذا أردنا أن نعطف على ضمير رفع منفصل أو أردنا أن نعطف على ضمير نصب إما أن يكون متصلاً أو يكون منفصلاً فلا حاجة إلى شيء لا حاجة إلى شيء بقي الكلام بالنسبة إلى العطف على ضمير الجر الضمير المجرور وضمير الجر لا يكون إلا متصل قلنا هناك قاعدة ما هي القاعدة؟ عود الخافض عود الخافض إعادة عامل الجر إعادة عامل الجر نحن نعرف أن الجر إما أن يكون بحرف الجر وإما أن يكون بالإضافة فالمفروض إعادة الجار إذا قلت مررت بك وبزيد لا أقول مررت بك وزيد في القرآن الكريم وعليها وعلى الفلك تحملون فقال لها وللأرض هذا بالنسبة إلى حرف الجار وبالنسبة إلى الإضافة قالوا نعبد إلهك إلهك وإله آبائك عود الخافض ولكن المصنف قال بأن هذا الأمر ليس عندي لازمة بل هو جائز محبذ وليس بواجب كما هو رأي الكوفيين وكانت هناك شواهد كما لاحظتم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تساءلون به والأرحام بناء على قراءة الجر أو مثلا في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام المسجد مجرور بالعطف على ضمير الهاء به والمسجد الحرام وأيضا في الشعر كما لاحظتم فاذهب فما بك والأيام ما بك والأيام وهناك حكاية ينقلها سيبويه حكاية قطرب ماذا ما فيها غيره وفرسه ما فيها غيره وفرسه فرسه يكون مجرورا لماذا عطف على ضمير الهاء في غيره ولم يعد المضاف عامل الجر لم يعد لم يقال هنا لم يقل ما فيها غيره وغير فرسه ما قال هذا القائل بل قال ما فيها غيره وفرسه انتهى الكلام حول هذه القاعدة هناك قواعد وأمور تختص بها بعض حروف العطف مثلا هناك قاعدة بالنسبة إلى الفاء والواو العاطفتين الفاء والواو العاطفتين ما هي القاعدة بالإيجاز والتلخيص نقول القاعدة هي ماذا حذف العاطف والمعطوف حذف العاطف والمعطوف الواو مع ما بعدها المعطوف حذف الفاء الفاء العاطفة تحذف مع ما بعدها المعطوف هذا نجده بالنسبة إلى الفاء والواو كما في أمثلة مثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقل نضرب بعصاك فقل نضرب بعصاك اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عين فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عين هنا يوجد تقدير فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت فضرب هذا محذوف الفاء وضرب العاطف والمعطوف الآية ماذا تقول فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت هنا فاصل فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب موسى الحجر فانفجرت هذا مثال ومثال آخر يذكره الشارح وفيه نظر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فأفطر ولم يصم فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر نرى بأن هنا فاصلاً قد حذف من كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر ولم يصم فعدة من أيام أخر الشارح تبعاً لكثير من النحات يقول بأنه هنا لا بد أن نقدر لا بد أن نقدر الفاء والمعطوف ما بعد الفاء ولكن كما سيتضح لكم بأن هناك يعني لا لا ضرورة في هذا المثال طبعاً بحسب الرأي الفقهي لمدرسة الإمامية يعني بالنسبة إلى الفقه هنا نقول يعني نظراً للقاعدة الفقهية ونظراً للفتوى نقول بأنه لا حاجة إلى التقدير وعدم التقدير أولى من التقدير أما الذي يقدر فهذا نظراً إلى مذهبه الفقهي نظراً إلى مذهبه الفقهي يلتزم هنا بالتقدير ولكن بالنسبة إلينا في مدرسة الفقه الإمامي نقول بأنه لا حاجة إلى التقدير والتفصيل سيتبيع هذا بالنسبة إلى الفقه بالنسبة إلى الواو كذلك بالنسبة إلى الواو أيضاً في بعض الأحيان تحذف الواو مع معطوفها الواو مع المعطوف تحذف مثلاً قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسرابيل تقيكم الحر تقيكم الحر قالوا هنا في التقدير والبرد والبرد سرابيل لا أنها تقيكم من الحر فقط تقيكم الحر والبرد فإذن الواو حرف العاطف محذوف البرد أيضاً محذوف العاطف والمعطوف كلاهما قد حذف هذا بالنسبة إلى القاعدة المشتركة بين الواو والفاء قال بعضهم بأن هذا هذا الأمر الذي قلنا بأنه نجده في الفاء والواو أي حذف العاطف والمعطوف هذا موجود في أم أيضاً في حرف أم أيضاً نجد بأنه أحياناً تحذف أم مع ما بعدها أم مع المعطوف مثل قول الشاعر ماذا يقول الشاعر فما أدري أرشد طلابها أرشد طلابها أم غي أم غي هذه أم غي هذه محذوف أم حرف العاطف غي المعطوف قد حذف ولكن هذا نادر نادر بالنسبة إلى أم يقول المصنف ماذا؟ والفاء والفاء قد تحذف مع ما عطفت الفاء حرف الفاء العاطفة قد تحذف مع ما عطفت يعني مع المعطوف مع المعطوف والواو الواو كذلك الواو العاطفة ولكن إذ لا لبسة حين لا يكون هناك لبس بأن يكون المعنى واضحاً أما إذا كان الأمر حذف العاطف والمعطوف يؤدي إلى اللبس وإلى الخطأ عند السامع فلا يجوز مثل هذا المثال الذي قلنا فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه هذا هنا الكلام واضح ولو لم يكن تصريح بأن هنا تقدير فضرب الحجر فإذن لا يوجد لبس لا يلتبس الأمر على السامع أما إذا أدى الأمر إلى الالتباس وإلى الخطأ فلا يجوز ثم يقول وهي انفردت وهي انفردت أي الواو الواو بما أنها أم الباب انفردت بأمور انفردت بأمور من جملة الأمور هذا الأمر الذي يذكره المصنف الآن يقول وهي انفردت انفردت بماذا انفردت بماذا يعني هنا لا تشاركها ألفاء ما الأمر الذي انفردت به بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي انفردت بهذا الأمر أنه تعطف عاملا محذوفا العامل محذوف وهو المعطوف هذا العامل المحذوف هو المعطوف هذا يحذف ويبقى معموله هناك عامل ومعمول عامل ومعمول لنأخذ مثالا والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الدار والإيمان 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 هنا في الأصل ماذا بحسب التقدير وقول المفسرين وألفوا الإيمان الإيمان مألوف في قلوبهم ألفوا الإيمان تبوأوا الدار وألفوا الإيمان فإذا ألفوا هذا المعطوف بالواو وألفوا وهو عامل ألفوا عامل أولا بالنسبة إلى الواو الفاعل ألفوا الواو فاعل الإيمان مفعول به ألفوا الإيمان هذا العامل قد حذف الآن نحن نقرأ الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان والإيمان كلمة ألفوا لا نجدها ولكن المعمول نجده الإيمان الإيمان هذا مذكور فإذا العامل مزال العامل يعني ألفوا محذوف مزال قد بقي معموله الإيمان معمول ألفوا هذا موجود لماذا لماذا نقدر هذا التقدير دفعا لوهم التقي دفعا لوهم التقي إذا لم نفعل وإذا لم نقدر هناك وهم هناك محذور هناك محذور ما هو المحذور إذا لم نقدر فماذا يكون الكلام والذين تبوأوا الدار والإيمان الدار نعم تتبوأ هذا معقول بالنسبة إلى الدار تبوأوا الدار بالنسبة إلى الدار هذا الفعل التبوء هذا معقول تبوأوا الدار ولكن بالنسبة إلى الإيمان كيف أن نقول تبوأوا الإيمان لا يتناسب لا يتناسب هذا الفعل تبوأوا مع هذا المفعول الإيمان فلذا يلزم علينا أن نقدر فعلا أن نقدر فعلا مثال آخر مثال آخر أسكن أنت أنت وزوجك أسكن أنت وزوجك الجنة وزوجك وزوجك هذا حرف عطف بالأصل ماذا أسكن أنت وليسكن زوجك وليسكن هذا الفعل هو المعطوف وليسكن معطوف على أسكن أسكن أنت وليسكن زوجك ليسكن هذا معطوف على أسكن هذا الفعل هو عامل عامل لرفع زوجك هذا الفعل الذي هو العامل هذا قد حذف ليسكن لأنه واضح واضح ولكن بقي معموله معموله ماذا زوجك زوجك هذا معموله لماذا نقدر هذا التقدير لماذا نتكلف هذا التكلف نقدر وليسكن إذا لم نقدر ونقول أسكن أنت وزوجك زوجك مرفوع معطوف على أنت أين عامل رفعه المفروض أن تقول أسكن أسكن لأنك لا تريد أن تقدر فتقول أسكن أسكن فعل الأمر فعل الأمر يرفع ضميرا مستترا هو فاعله أسكن أنت ولا يرفع الإسم الظاهر لا يرفع الإسم الظاهر لا أما إذا قلت زوجك بدون تقدير يلزم ماذا يلزم يلزم أن يكون هذا الإسم الظاهر مرفوعا بأسكن الذي هو أمر الحاضر صيغة أمر الحاضر وهذا غير مقبول في النحو على هذا الأساس على هذا الأساس نقدر ونقول أسكن أنت في التقدير وليسكن زوجك الجنة هذا الذي يقول بأنه انفردت به الواو وانفردت بعطف عامل مزال أي محذوف قد بقي معموله لماذا نلتزم بهذا التقدير دفعا لوهم التقي دفعا لمحذور دفعا لأمر محذور كما لاحظتم في الأمثلة يقول الشارح قد تحذف الفاء مع معطوفها لماذا للدلالة لأن الأمر واضح ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الشارح يمثل بهذه الآية تلاحظون أننا مثلنا بآية أخرى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت في التقدير ماذا فضرب الحجر فانفجرت ولكن الشارح يمثل بهذا المثال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هنا التقدير ماذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر فأفطر هنا الفاء مع أفطر العاطف والمعطوف قد حذف ولكن قلنا بناء على الرأي الفقه الآخر لا حاجة إلى التقدير لماذا لأن الإفطار في فقه هنا عزيمة وليس وليس رخصة الإفطار عزيمة فلهذا القرآن يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا حاجة أن نقول فأفطر لا خلاص من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الأمر ليس موكولا إلى الصائم أنه يفطر أو لا يفطر أما بالنسبة إلى الذي يرى الإفطار رخصة لا عزيمة فهنا يقدر كأنه يخير الصائم يخير المكلف المريض المسافر يخيره بين الإفطار والصوم فيقول إذا أفطر إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر فحذف أفطر والفاء الداخل عليه أي العاطف والمعطوف وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان راكب الناقة طليحان هنا المبتدى مفرد راكب فكيف صار خبره تثنية طليحان راكب الناقة طليحان كيف هنا تقدير راكب الناقة والناقة طليحان أي ضعيفان فهنا الواو ومعطوف الواو قد حذف راكب الناقة طليحان أي ماذا أي راكب الناقة والناقة طليحان هذا الحكم الذي تقدم هذا مشترك أما الحكم المختص بالواو وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي بقي معموله العامل المعطوف هذا يحذف ويبقى معموله كما لاحظتم في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك وفي قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان وأيضا هناك عبارة معروفة يقال ما كل بيضاء شحمه ولا سوداء تمرة ما كل بيضاء شحمه ولا سوداء تمرة فهنا ما وكل ما وكل هنا هادان عاملان ولكن عندما عطفنا قلنا ولا سوداء ولا سوداء يعني ولا كل سوداء ولا كل سوداء فإذن العامل قد حذف العامل حذف وبقي معموله ومنه قوله بيت من الشعر إذا ملغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون زججن الحواجب تزجيج الحواجب أي ماذا دققنها وأطلنها هذا بالنسبة إلى الحاجب يقول زججن الحواجب دققن الحواجب أطلن الحواجب والعيون العيون كيف تدقق وكيف تطول لا هذا في الحاجب معقول أما في العيون فلا فهنا تقدير وكحلنا العيون زججن الحواجب وكحلنا العيون فإذا هنا العامل قد حذف وبقي معموله فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون والفعل المحذوف يعني كحلنا معطوف على زججنا معطوف على زججنا زججنا وكحلنا هناك قاعدة أخرى يذكرها المصنف يقول وحذف متبوع بدى هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح قاعدتان قد ذكرت في هذا البيت نأتي على تفصيلهما لاحقا بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل علىك محمد وآل محمد اللهم صل علىك محمد وآل محمد اللهم صل علىك محمد وآل محمد شكرا